ضمن فقرتنا الأخيرة سلمة أكيد نور كنا عم نسمع قبل شوي صوت حلو فن وموسيقى لحنروح لفن من نوع تاني هالفن بيحول الخشب لقطع لديكور البيت طبعا إيد فنان مبدعة قدرت تتحول بقايا قطع خشبية بالبيت أو ممكن قطع نحن توقعنا أنه ممكن صارت ما عدت في داعي لاستخدامها أو ما في فايدة من استخدامها حولتها لأكسسوار منزلي مميز جدا رح نتعرف أكتر على هذا الفنان وهو مصمم الأعمال اليدوية براهيم الطويل ديفنا بالاستوديو أهلا وسهلا فيك صباح خير مرحبا نساعد صباحك وأهلا وسهلا فيك على الشاشة الإخبارية السورية بالبداية خلينا نحكي ليه خطرت الخشب ليكون هو المادة الأساسية للنحط وصنع التحف الحقيقة الخشب يعني كل العالم بتحبه الشغلة الثانية نحن بسوريا مميزين كنا بالخشب كتير من زمن وصارت هاي المهنة عم تضمح اللي شوي شوي مع الوقت يعني حتى تراسيا صار في كتير ناس لالي اللي بيشتغلوا بالمجال حرفين خلائي صحيح وقعتلي لاحظت هاي القصة من خلال الشغلي التاني مهنتي الأساسية أنا بمجال إخراج خلاع السينمائية أحد الأعمال الدمشقية اللي اشتغلتها كان من حوالي سنتين تقريبا فكان في ديكورات كتير كتير حلوة بنفس الوقت ما في حدا يشتغل هيك ديكورات هلأ بالوقت الحالي لانتلي تفوتي على البيت الدمشقي بتشوفي يعني عمرو يعني فوق المتين تلاتمية سنة تقريبا هذا الشي صار نادر كتير انه يشتغلوا فيه هلا خصوصي بعد الحرب يعني يعني الإيدين اللي كانت تشتغل هذا الشي يا سافريت يا أما انفقدت يا أما يعني قلبت المصلحة تبعا يا أما صارت نادرة كتير للأسف هلا الخشب هو أحد الأصص اللي أنا بشتغل فيه يعني وكتير حبه وشغلة سهلة بنفس الوقت حلوة طيب دامنا كتير أدوات موجودة ويمكن الملفت للنظر أول ما دخلت وحطيتها هي القطع هاي اللي هي يمكن جرن بيفرموا فيها اللحمة ما كيت الكبة ما كيت الكبة القديمة اليدوية يعني ليه اللي بيوت اللي لسه عندونياها أو بالعموم في ناس إذا انتزعي بيقولوا لك ما بتتصلح أو شي فشو صارت هلا هاي بصراحة أنا في شي من ضمن السيريات اللي بيشتغلها في خط اللي هو بقول بيت ستي هلا أي شي كنا نشوفه نحنا وصغار عم ارجع أنا رجع جيبه وحاول لاقي بالسوق أو حاول لاقي عند حدا ارجع ساوي مثلا مثل هاي اللامباديرا مثلا خلينا نقرب على الكاميرا وحضرتك عم تحكي بس مشان الناس تشوف كيف تحولت شوف الفكرة الأساسية من تكوينها هاي الضوجة ومعبوط في لك تقولي مثل تروفي يعني مثل شغلة تحطيها بزاوية الصالون انت دخلت له الخشب أنا حطيت له الخشب طبعا عدلت حتى المعدن عدلته هي ما بتوقف هي هي بتجي من هون بتعضي على الطاولة فوقفت على هذا القاعدة اللي هون ورفعتها هلأ جوه من هون فيه اللمبة وعرف ازان بيني معنا تمام فوقت اللي بتحطيها بالزاوية بتضوي لقدام ولفوق ما بتضوي عجناب فانتي بتحطيها على الحيط لتوجيها بتجيها الحيط يعني لان ما تجي بوش بوش مع مع هذا وطبعا أنا بحب مثل ما اني بحب الخشب فحبيت حطيها لقاعدة الخشب لانه في عندي سيري معادن بس الخشب لازم يكون موجود شكل مميز كمان شو بتشتغل بتضيف معادن غير الخشب على التحق في الفنية اللي تشتغل نحاس أصفر نحاس أحمر أحيانا فضة بس الفضة بحاول قدر الإمكان انه خففها لانه نحاس الأصفر ونحاس الأحمر فيه عتق أكتر بيعطي بيتميلة يعني بيكون فينتيج أكتر بالنسبة للقطع هو كل أغلب القطع اللي أنا بيشتغله لازم تكون عتيئة وفعلا بتعطي جمالية خاصة ما في شي موديرن يعني فعلا بتعطي جمالية خاصة اللي بتحس القطع العتلية لأنه فعلا بتحسها جايبة من بيت ستك أو بيت جتك أي بالضبط ففي علاقة بتحس جمالة القطع وبين يعني في شيء بين مشاعر الشخص المشاعر ما منشوفها من حسها لهيك يمكن سلمة كتير لهيك كتير من القطع بتلاقي نحن محافظين عليها مبنيةها بس لأنه قديمة تماما وقالس في كل حاجة لأني متذكرة شغلة ذكرة خاصة فيها ذكرة حلوة في ناس تقول لحالي أنه أنا بحب هاي القطع بس مثلا هي ما عاد قدر استخدمها شو ممكن أعمل فيها لهيك نحن عم نقول هاي الأفكار أعادت إحياقة وحافظت عليها هلا كمان قدام حضرتها كمكان هدول خرازات أو هايش هلأ هاي المعدات يعني تقريبا عشرة بالمية من اللي أنا بقدر اللي بنشتغل فيه بس هدول الشيء الأساسي يعني هي اسمها بخافوا منه كل الصبايع أفكر اسمها فارة بالعربي بس بالإنجليزي اسمها بلينر إذا في عندك سطح مثلا مثل هالخشبة مثل هاي وبدنا نعمل السطح متوازي أو مستقيم فنحنا بنستخدم هاي القطع وطبعا بتجي بعدة إياسات وعدة استخدامات كل وحدة إلى مكان هلا مثل هاي اللي تعملي أخدود بالخشب مثلا مثل هاي اللي تعملي أخدود على جنب الخشبة فبتبقى الشفرة تبعها جاية من طرفة لطرفة مو مخفية وهاي نفس الشي بس أصغر شوي هلا المناشر يعني هدول الحقيقة هو يعني 2 من 8 تقريبا من اللي عنا بس مو متل المنشار اللي بالعادة نحنا متعودين عليه هذا يعني مسلا إذا كتعملي انت نشرة متوازية أو قائمة على الخشبين نستخدم هاد بلولو منشار صحة بالإنجليزي يعني أول شيء يعني منشار تكعيب خلينا نقول طيب وهذا للتفرير وانت تقولي 10 من المئة من الأدوات من المجهود الكبير فعلا في مجهود هلا هو مجهود تحفى تحفى فنية تمام مجهود كبير وبنفس الوقت خطرة كتير هذا اللي لفت نظري المناشر أي أطعام من هدول هاي مثلا هذا يدوي بس مثلا المعدات الصناعية عندك شفرة عم تبرم بـ 30 ألف دورة بالدقيقة لازم أول شغلة بتضطير بالتجاه إذا كان فيه غلاط لأصبيع أكيد طيب كمان هاي الأطعام مميزة جدا اللي حاطت فيها الصبارة إذا فينا نشوفها على الكاميرا هذا السيري التاني اللي بيشتغله بس نميّلها هيك شوي لحتى تبين على الكاميرا أيوة أي تمام على هاي الكاميرا على هاي هاي هلا هاد السيري التاني هو إسمينت هاد إسمينت ايه تمام خليتها بس لحالة مشان نشوفك في شكلها أكتر هو خلال الحرب طلعه معي فمبينة خشب بنبعيد على هذا اللون بس هي في عندي شي منه مت وفي شي هاد بيكون معزول هي طلعت معي الفكرة خلال الحرب يعني شفنا كتير طاعة الأسمنت المدمرة طيب ليش أنا ما ساوي من الأسمنت شي حلو فهي بتكون مثل صبة هيك مثل البلوكة تقريبا وطبعا آسيا كتير لدرجة فينا نوقف عليها يعني مضمونة تعطيها بقى اللون وفينا نحط فيها شمع أو فينا نحط فيها صبارة الصباريات أنا عندي هواية فيها أنا بفرخها أنا بزرعها بأيدي يعني فدائما البرودكت لازم يكون من عندي كامل ما يكون هذا الجميل واللافت مثل ما قلت يعني كل شي كامل يعني أنت مثلا مو فقط مختص بالتحفة الفنية لا لازم تكون كاملة خاصة طبعا من عندك لازم يكون فيه إلى استخدام كمان بالبيت إذا كان أغلب الأحيان بيكون بالمطبخ أو بالصالون أو الطل قاعدة يعني مثلا مثل هاي الترابيزة تماما كمدي سلكية كاملة نسمع كاملة عندي خشب وحتى الدف إذا فينا نشوفه معلش إلو أكيد رفعناها يعني الدف اللي محطوط هو مفكرينه خشب هو إسمنت كمان لا أهلا كتشفت وقت بس معمول بهالطريقة هاي بحيث يكون مرقع مشان يعطي كأنه حيط هارر تمام وبعدين راسين فوقه هاي الماندالا اللي محطوطة لازم كل الزخارف تكون عندي ماندالا لأنه أساس الزخارف الدمشقية ماندالا ماندالا تمام وهي يعني فينا نقول إعادة تكرير مثلا ممكن قطعة هي إعادة تطوير للشي اللي نحنا كنا متعودين عليه من ذلك إعادة تكرير واستخدامه وتحويله يعني اليوم مثلا كثير أشخاص بيكونوا رايحين بدون يجهزوا بيت حدا مقبل على الزواج فعادة هاي القطعة الصغيرة غالية مكلفة حدا موضوع الفنتيج ديكوريشن صارت مطروقة أكثر صارت حياة أكثر صارت حياة أكثر الناس عام ترحلوا صارت حي مليانة يعني ممكن أي حدا يجب لك أطعات بلوك بس مكلي يعني قدسنا نحكي مثلا مثل ما عالة سلمة أنه كل حدا مقبل على الزواج دو يفرش في كتير من التفاصيل بس مكلفة معديا مكلفة يعني هيك هذول تقريبا بنحكي أنه مقبولة هلأ لثلاث سيريات هلأ في سيري لمباديرات الفنتيج مثل هاي يعني أسعارها نوعا ما مقبولة أنا يعني هي الشغلة مو كلفتة بالمواد الموجودة كلفتة بالشغل بالشغل وتحفظ المنية لأنه تأكل وعد عموان الهاند مادة يعني جزء كبير منه الصعوبة أو حتى إذا بدي قول الغلاء شوي لأنه أنت عم تأخذ قطعة متميزة وعن تأخذ قطعة أغضى جزء الهاند ماد غلاء وتبرى هلا بأوروبا مثلا أو بيولايات المتحدة بتلاقي مثلا خلينا نقول مثل هدول المعالي هدول الشغل هون وخشب هون وحتى الخشب أخذه من عند أحد الأصدقاء يعني ما أنا مشترية للخشب في مشموش وفي كراز بس مثلا بتلاقي بنفس حجم هاي المعلقة ونفس الكواليتي كمان حتى نفس الفينيش جينج بتلاقي بالمئة وخمسين دولار ومئتين دولار تقريبا وأغلق بعض الأحيان هلأ هاي إذا كانت كرز إذا كانت جوز إذا تيجي أغلق تمام بس هون يعني الأسعار يعني المعالي أنا أحيانا بقدمها أكيد كذو يعني أنت عم تحكي عم بيخطور ببعالنا هيك نسأل حضرتك يعني هذا الشغل الحلو المميز شاركت فيه بمعارض ولا فقط اكتفيت أنه للأسف نحن اللي بيشتغلوا هلأ برعب لك هي مو مهنة الأساسية هي مهنة موازية بالبيت خلينا نقول بس للأسف اللي بيشتغلوا بهالمجال بالأخص الهند ميد أنا أقولي دارسة دراسة فايت فيها موضوع أكاديمي عامل ووركشوب أونلاين لحتى أقدر أشتغل بهذا المجال وفادتني دراسة الأكاديمية اللي أنا خريش معهد صناعي فكل المعدات هاي نحن دارسين بشكل أكاديمي بس اللي عم شتغلوا هلأ بالوقت الحالي مقسومين اسمين يا أما بيكون فعلا هو فنان وخريج مثلا فنون تطبيقية أو فنون جميلة وعم يشتغل فيها ويشتغل منيح كتير وعم يقدم شي حلو بس الطرف الثاني هذا اللي عم يضرنا كتير اللي هو متعدي على المصلحة تعدي خلينا نقول أو إنه شاف شغلة مثلا بالسوق أو على الانترنت عم يقلده بس عم يقلده بشكل ما كتير نظيف بصراحة ممكن شكل تنشاري يعني بدك اختصاص بس بالفينيشين بس لحتى تطلع القطعة نظيفة بس لحتى يكون بس شاركت في معارض معارض ما صار لحديد هلا هلا بيصير بازارات بصير معارض بس أنا بعيدي شوي عن هاي القصة بتحبي يمكن الحالة الخاصة اللي أنت تتفرد فيها لحالك يعني فينك تقولي هيك تخصصي هو أكتر شي بالفينتج المعارض عم تصير يا كتير كلاسيك يا كتير بتروح تعبيرية لا أنا بروح كتير شي مطروع عم شوفك اليوم بالبيت تمام يعني وصلنا هيك لختام حلقتنا لليوم لختام فقرتنا ما حضرتك بنا نشكر وجودك ونتمنى لك دائما التوفيق إيد سورية عم تشتغل مو بس حرفة عم تشتغل وشغاف لتترك أسر مهم ببلدة شكرا إليك شكرا لإخباري أكيد بنا نشكرك إبراهيم الطويل على وجودك معنا وفعلا مثل معالة سلمة فيه خصوصية بالعمل وفيه محبة لما نحافظ على الحرف التراثية السورية القديمة لأنه هي هوية هي تراث وطني فينا نقول يجب الحفاظ عليه فأبنا نشكرك شكرا إليك وأكيد رح نستضيفك لنحكي أكتر عن التحف الفنية بحلقات قابلة وابو أبو نجيب شغلات إسا أحلى منك شكرا كتير إليك ترجمة نانسي قنقر